رائعا في ذلك الوقت هدفه كان رائع ولا يمفي أحد هذا الشيء ولكن كانت مرحلة تأقلم بالنسبة له لا تنسى أنهم فازوا بكاس العالم وجاء وشارك معنا في النهائي بدأ يبين أنه لعب من تينة اللاعبين الكبار ولكن في نفس الوقت أريد أن أقول أن رفع كأس دوري أبطال أوروبا أعطته دفعا سيكولوجيا وأصبح لعب متألقا في السنوات التي تلت رفع كأس دوري أبطال أوروبا احتاج إلى فترة من التأقلم في البداية كان يلعب على الناحية اليسرى من الميدان والعب أيضا كان مهاجم ثاني وكان يبحث على المكان الأنسب بالنسبة لي ومن ثم حصل على الأريحية المطلوبة وبدأ أداءه يعجب الكل ستيف بما أنك تتكلم على ريال مدريد كيف ترى أداء ريال مدريد تحت خيادة مورينو أرى أن الأداء جيد إلى حد الآن قدموا أداء جيد في الموسم الماضي حصلوا على العديد من النقاط في الليغة الإسبانية ولكن لسوء الحظ هناك فريق يتفوق عليهم وهو فريق برشلونة نادي ريال مدريد هو الفريق الثاني الأحسن في أوروبا وفي اعتقادي الخاص اقترب أداءهم أكثر إلى أداء برشلونة برشلونة هو الفريق الأول أوروبيا وريال مدريد والفريق الثاني لو لم يخذ نادي ريال مدريد نصف النهائي مع برشلونة في الموسم الماضي لكان قد وصل إلى النهائي ولكن في نفس الوقت أريد أن أقول أنه دون جدل برشلونة يبقى الفريق الأحسن في أوروبا وعليك أن تحسن من أدائك لكي تهزم برشلونة بعد تجربتك مع ريال مدريد عدت مرة أخرى إلى منشستر سيتي وعند إلى إنجلترا كيف كانت تجربتك مع منشستر سيتي كنت أعرف كيفين كيغن منذ تواجدي في إنجلترا وكنت أعرف العديد من المباريات وكنت أعرف أن النادي انتقل إلى ملعب جديد كنت أسعى إلى التحدي مثل ما هو الشأن المعروف في عالم كرة القدم ولكن في ذلك الوقت أريد أن أقول أن الريال مدريد تدنى مستواه بعض الشيء وقدم العديد من المدربين ورحلوا في فترات وجيزة فبالتالي كان القرار الصعب رئيس النادي كان يبيع العديد من اللاعبين ويجلب العديد من النجوم لم أتقلم مع فلسفته المتبع وبالتالي أخذت قرار الرحيل وذهبت إلى إنجلترا الآن دعنا نتكلم على تجربتك مع المتخب الإنجليزي في 1996 رأينا الأحسن من ستيف ماك مانا منها كلمنا على تجربتك في يورو 1996 بالنسبة لتجربتي مع المتخب الإنجليزي كان أداؤنا جيدا تلك السنة وهذا ما سيكتشف الناس في الدوحة حينما يساند منتخبهم الذي سيخوض نهائيات كأس العالم وأريد أن أقول أن بداية مشوارنا مع المرحل التأهيلية لليورو لعام 1996 لم تكن جيدا حيث أننا لم نقدم أداء جيد ضد السويسرا ولكن قدمنا أداء رائعا ضد هولندا وبالتالي بدأنا نكسب ثقة الجماهير كان شيئا رائعا أن ترى كل الإنجليز يساندونك وكان شيئا رائعا أن ترى أن المدارج تغص بالجماهير لكي تشجعنا الكل كان سعيد بالنسبة لهم كرة القدم كانت فرصة خروج عن المشاكل خسارتكم مرة أخرى ضد ألمانيا كيف يمكن أن تقيم ذلك؟ مثل ما تعرف المسألة برمتها هي مسألة منظومة كرة القدم هذه هي منظومة كرة القدم قدمنا أداء رائع ضد إسبانيا رغم أن إسبانيا كانت أحسنة مننا وكان الحظ إلى جانبنا ووصلنا إلى ركلات الترجحية ولعبنا ضد ألمانيا كنا أحسن من ألمانيا ولسوء الحظ خسرنا ضد ألمانيا بالذربات أو بركلات الترجحية في بعض الأحيان يحلفك الحظ وفي بعض الأحيان لا يحلفك الحظ هذه هي منظومة كرة القدم ويجب أن نقبل ذلك لقد كسر ذلك قلوبنا كنا نعرف أننا الفريق الأحسن وحصلنا على العديد من الفرص ولكن الوصول إلى الضربات الترجحية هي مسألة حظ لا أكثر لا أقل شيء جيد ستيف لقد لعبت كأس العالم لعام 1998 مرة أخرى أريد أن أقول أننا لعبنا ضد منتخب الأرجنتين ووقع طرد دافيد بيكام وسجلنا هدف عن تاريخ سول كامبل ولكن الحكم رفض الهدف ومرة أخرى نجد أنفسنا نلعب ركلات الترجحية لا أعرف كيف أفسر ذلك الشيء غريب في عالم كرة القدم لا بد أن تتحلل بالقوة السيكولوجية حينما تسدد ضربة الجزاء ما تريدني أن أقول الأرجنتين فازت علينا وكسروا قلوبنا غادرنا أرضية الملعب وذهبنا إلى غرفة تغيير الملابس وكان مدرب الأرجنتين وكل اللاعبين سعداء ولكن من الناحية الأخرى كانت خيبة الأمل هي ما يمكن أن تفسر أحساسنا كان اللاعب الأرجنتين يرفعون قمصانهم كان أحساس الفرحة من لعب الأرجنتين وأحساس خيبة الأمل من جانب اللاعبين الإنجليز هذه هي منظومة كرة القدم حينما تخسر في نهاية معينة تقول لن أخسر مرة ثانية ولكن كرة القدم حافلة بالأمور الغريبة تصل إلى الذروة وبعد فترة وجيزة تنزل إلى أسفل السافلين هذه هي كرة القدم أنا متأكد أنك تحس بخيبة الأمل أن أنجليتر لم تفوز بكاس العالم منذ 1960 كاس العالم تنظم كل أربع سنوات بالنسبة للمتخب الإنجليزي لم يحالفنا الحظ إلى حد الآن الفوز ليست هبة أو ليس هبة من الله ولكن إذا أردت أن تفوز عليك أن تقدم الأداء الأحسن وهذا ما حصل أيضا مع إسبانيا وفرنسا والأرجنتين نعرف أن هناك عدة منتخبات جيدة وهناك منتخب وعد يتفوق في نهاية كاس العالم لا يمكن أن يفوز أكثر من منتخب نعم هناك خيبة أمل لأننا لم نفوز بكاس العالم منذ 1966 كاس العالم هي كاس غالية والكل يسعى إلى الفوز بها لا تنسى أيضا أنك تخوض مباراة كاس العالم في قرات مختلفة في تقص مختلفة كيف ترى أداء إنجليترا في اليورو القادمة؟ إلى حد الآن الأمور جيدة والكل سيعتمد على دور المجموعات أرى أننا سنتجاوز مرحلة دور المجموعات ولكن لا أظن أننا سنتفوق على إسبانيا ولكن إذا كنا في يومنا ولكن أريد أن أقول الحقيقة هولندا وإسبانيا وألمانيا هي المتخبات الأوروبية الأحسن ونحن في مرتبة أقل بما أنك تتأكلم على إنجليترا هناك الكثير من الكلام على فابيو كابيلو هل أنت من مساندي المدرب الخير إنجليزي؟ بصراحة أريد أن أقول أنني أخير مدرب إنجليزي ولهذا لا يقلل من شأن فابيو كابيلو لديه سيرة ذاتية حافلة بالألقاب سواء في إيطاليا أو إسبانيا ولكن في نفس الوقت كوني إنجليزي أريد أن أقول أن المنتخب يعج بالنجوم الإنجليز ولذلك يجب أن يكون المدرب إنجليزي مهما كانت النتائج سواء فزنا أو نهازمنا أنا مع المدرب الإنجليزي هذه الطريقة الأحصل للتعامل مع الأمور في إنجليترا لا نحتاج إلى مدرب من خارج إنجليترا نعم حصلنا على مدربين جيدين ولكن الفرصة لا بد أن تعطى للمدرب الإنجليزي بما أننا تطرقنا لموضوع كأس العالم ما رأيك في قطر التي ستستضيف كأس العالم العام 2022 أنا أنتظر كأس العالم العام 2022 بشغف وأرى أن الناحية التنظيمية جيدة إلى حد الآن وكان ذلك واضحا من خلال فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم العام 2022 آخر مرة زرت في قطر كانت منذ ثمانية أشهر ورأيت تحسنا كبيرا في البنية التحتية فبالتالي يمكنني القول إذا كنا نبعد 11 سنة على كأس العالم 2022 فالوقت ما زال متاحا لقطر لكي تجاز الملاعب وأرى أن البلد سيتغير جذريا وسيكون جائزا لاستضافة كأس العالم العام 2022 أرى أن قطر سوف تقدم كأس عالم رائعة ومثيرة وأنا مع فكرة أن كأس العالم تنظم في بلدان مختلفة سواء كانت روسيا أو قطر أو الولايات المتحدة الأمريكية هذا يفتح المجال لمحبي اللعبة لكي يكتشفوا النجوم وها قد جاءت الفرصة لقطر ستيف بما أننا نقترب بنهاية هذا البرام من كان قدوتك في عالم كرة القدم؟ حينما كنت صغيرا ومثل ما قلت لك في السابق اللاعب دانكن ماكينزي كان قدوتي لأنه كان يسجل الأدف الكثيرة هذا هو قدوتي حينما كنت صغيرا ومن بعد ذلك أصبح قدوتي اللعب الذي يمكن أن يقرأ الجماعير أرى أن ما يقدمه كريستيانو رونالدو ومسي شيء استثنائي شيء يفلش الصدر يسجلاني العديد من الأدف هما اللاعبان الأحسن رغم أن ما سيتفوق بعض شيء على كريستيانو رونالدو لقد وضعوا معايير كبيرة لا يمكن الوصول إليها إلى حد الآن من يريد أن يستعى نجمه في عالم كرة قدم لجب أن يصل إلى المعايير التي وضعها كريستيانو رونالدو ومسي عادة في هذا البرنامج نسأل الضيف أن يعطي كلمة للمشاهد العربي هذا تريد أن تقول للمشاهد العربي أولا أريد أن أقول أنني أسعد بتواجدي في دولة قطر الرائعة لقد جئت إلى هنا في العديد من المرات وأتمنى أن تواصلوا مشاهدة دور أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الأخرى رأيت في الجزيرة الرياضية تغطية رائعة لجميع الدوريات المهمة وأتمنى الحظ الأوفر لقطر في عام 2022 زيرة تحتفل بعيد ميلادها الثامن كنت هنا لأحتفل مع الجزيرة بعيد ميلادها السابعة وأتمنى الحظ الأوفر للجزيرة في عيد ميلادها الثامن ستيف سعدنا بوجودك معنا ونتمنى رؤية كاميراة أخرى سأكون موجود في العام المقبل شكرا إلى هنا ناتي أعزائنا المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة شكرا على حسين المتابعة وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة